السوري بلال البيروتي من صائغ ترام في فينا الى مدرب لعدد من السوريين قصة نجاح ده دليل اكبر على اننا بنعرض حالات النجاح زي ما بنطالب بالابتعاد عن حالات الاحتيال وحالات الاجرام المنظم فده احنا بنعرض ده ده بنفتخر به وده بنقول ابعده عنه طبعا طحية تحية للصديق بلال البيروتي هو صديق لاننا بصراحة ففعلا هذا نموذج نموذج للسوري الواعي السوري العقلاني السوري المنتج يعني لاحظ انت استاذي هو تعلم على قيادة الترامب بعد فترة اصبح مدرب وصار يدرب عدد من السوريين اتمنى لو في مجال يحطوا الصورة يعني صورة بصراحة صورة مشرفة لعدد من الشباب والصبايا وبينهم حتى لاحظت بينهم بينهم سيدة محجبة سيدة محجبة وهذا فعلا هذا بيعطي هاي الصورة هاي الصورة اللي صراحة نتمنى ان نراها دائما هاي اللي بتعطي احساس السلام هاي اللي هاي فعليا اللي بتلغي حالة التطرف حالة الاستياء حالة انكار الاخر عدم القبول بالاخر هاي المشاهد اللي فعليا دائما دا مثال على الاندماج الحقيقي في المجتمع النمساوي هذا ليس بس اندماج حقيقي والمجتمع النمساوي تقبلوا نعم تقبل الاخر يعني شو؟ نشاط وشيء يحترم ويقدر ويجب وضعه على الرأس وهذا الشيء الذي يفتخر به كل شخص وهذا المشهد الذي مثل ما قلنا بيلغي التطرف بيلغي الكراهية بيلغي كتير امور موجودة بالبلد ففعلا حي السيد بلال وكل الشباب ونتمنى لهم فعلا كل التوفيق في رحلتهم في قيادة الترامب شكرا